اشتركوا في القناة الحقيقي دور دور الافتاءة المصرية في الاوان الاخيرة غير منكور فاصبحت مصدر اشعاع والهام حقيقي خاصة انها تعقد مؤتمرات مهمة جدا دولية لتوحيد الفتوى ووضع احداثيات لهذه الفتوى حتى لا يفتن المسلمين ايضا هذه المكانة الدينية الافتائية لم تأخذها الدار كده عنوى بل عن طريق جهد علمي فقهي مخلص وخالص من الهوى هذه الدار اصبحت رقم صعب في الحالة الافتائية على مستوى العالم العربي والاسلامي واصبحت هاديا ومرشدا ومنيرا اهلا بيك فضيلة مفتي الديارة المصرية دكتور شوق علام يعني انا ما اقوله في الدار حق وما اقوله في الدار اقل القليل لان في النهاية انا شهادتي مجروحة لان علاقتي بالدار هي علاقة وثيقة لكن في النهاية يعني لا يعرف الفضل لأهل الفضل الا زواء الفضل وانتم من اهل الفضل وزواء الفضل الحقيقة يعني الدار جهدها عظيم وكل سنة عندي حلقة مهمة جدا عن جرد تهزيد الدار في كل المناحي سوى الافتائية او العلمية وتأصيل الفتوى والوصول الى نقاط يعني النقاط المؤسسة للإسلام الوسطي المعتدل الذي نتمناه جميعا ان يسود في ارجاء العالم العربي فيفيد اشعاعا ونورا على العالم كله اهلا بك مولانا تفضل اهلا وسهلا الحمد بي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اه اما بعد فاسمح لي في البداية قبل ان نبدأ في سرد وعرض نشاطات دار الافتاء المصرية والجهود التي قدمناها في خلال العام عشرين واحد وعشرين سمو الحساب الختامي الحساب الختامي نعم لكن اسمح لي ان احنا من خلال متابعتنا في الايام الفاتت منذ وفاة الكاتب والصحفي والاعلامي الاستاذ وائل الابراش وكذلك المستشارة تهاني الجبالي لاحظنا هناك موجة على مواقع التواصل الاجتماعي اضطرتنا الى ان نقول كلمة في هذا الشأن موجة شماتة موجة الشماتة في الموت في المنطقة ولذلك احنا حتى لما طلعنا هذه التصريحات التي صدرت على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الوقت في الحقيقة كانت لاجل ان نقول يعني بان هذا الموقف موقف خاطئ هذه الشماتة الشماتة ليست من خلق الاسوياء بداية الموت الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اطلق عليه بانه مصيبة والقرآن يقول ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت فسماه مصيبة والمصيبة امر جلل خطير ويحتاج الى ان الانسان يكون في رهبة منه عندما نرى لحظات الموت على الناس او عندما تأتينا هذه اللحظة سنشعر بهذه الفاجعة الفاجعة الكبيرة وهذه المصيبة بالفعل والقرآن الكريم يقول في سورة البقرة وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا قالوا ان لله وان اليه راجعون هذا هو السلوك الخلق المسلم الحقيقة الخلق الحميدة اللي انسان يعتبر من هذه اللحظات ولو ننصب انفسنا اوصياء على الخلق وننبش عن تاريخ ونوايا الانسان اصبح بين يدي الله سبحانه وتعالى والحساب عنده فطويت صفحة التاريخ ايما والحسابه فيما قدم الانسان عند الله سبحانه وتعالى انا لا اعلم من امري شيئا ولا اعلم مصيري الى اين اكون ونرجو الله سبحانه وتعالى ان نكون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقة الانسان عمله يدور بين الرجاء والخوف فالذي ينظر في لحظات الموت لابد ان يعتبر لكن لا يصدر مثل هذه الاخلاقيات التي تخالف النص الشريف وتخالف الادلة الشرعية المعتبرة وتخالف مسلك العلماء الكبار المعتبرين وتخالف مسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما مرت عليه جنازة يهدي قام صلى الله عليه وسلم احتراما وتبقيلا لهذه اللحظة هذه اللحظة التي فيها رهبة فلما سألوه قالوا هذه جنازة يهودية رسول الله سألوه مستنكرين اتقوم لها قال انها وليست نفسا فما بالك بهذا الموت الذي يلحق يعني لحظات الموت سواء كانت لفلان او لعلان او لغير ذلك لا يجوز الشماتة في الموت ولا يجوز الشماتة في المرض ولا يجوز لانني لا ادري ما مصير ذلك الانسان يا مولانا ده تجاوزوا ده للدعاء على الميت مش الدعاء للميت الدعاء على الميت ويبشرونه بعذاب أليم وبجهنم وبقرار 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 يعني شيء مرعب جدا يعني حولوا انفسهم لحساب وقراروا انا لست حكما على الناس لا يجوز ان اكون حكما على احد انما مصيري ومصير الاخرين انما هو بيد الله سبحانه وتعالى واذا جاءت لحظة الموت الفارقة التي فيها الرهبة والتي ينبغي ان نعتبر بها فان صفحة التاريخ لهذا الانسان قد طويت تماما ولا يجوز في هذه الحالة الا ان نذكر محاسن هذا الميت ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نظل ننبش عن التواريخ والاعمال التي قد تكون يعني في حساب الله سبحانه وتعالى وفي مراده سبحانه وتعالى مغفورة ومرحوم بها وقد تلتبس علينا ونحن لا نعلمها على حقيقها التي كانت يعني وربما ان وربا ان صدقة واحدة مخفية في يوم نحن لا نعلمه ولم نلحظ ولم يقل احد لكن الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى رب ذلك يكون سببا في محو كل الزنوب لان الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول صلى الله عليه وسلم لو جاء احدكم بترابي او بقراب الارض خطايا في الحديث القدسي ثم جاءني لا يشرك بي شيئا اتيته بقرابها مغفرة هذه امور كلها غيبية لا نفتش ولا ننبش انما نذكر المحاسن والمآثر التي كانت عندها الاشخاص لانهم الان بين يدي الله سبحانه وتعالى انا طبعا بشكر فضلتك على هذه التقدمة المهمة جدا لان كمان هم يدعون عليهم بالويل والصبور وهم يعتبرونهم اعداء يعني هم يصنفونهم كاعداء وبالتالي بيتصرفوا هنا بمنطق العداء والثقر انا اراها بانها فضلا عن النص الشريف في انها معارضة لنص الشريف وهذه مواقف يعني لا يساندها اي دليل شرعي اراها انها خارج نطاق الاخلاق المصرية والشهامة المصرية التي اعتدنا عليها وازن وازن هنا بمعنى العلم يعني انا متعقن بان هذه الاساليب اللا اخلاقية انما اتت نتيجة تفسيرات خطئة للنصوص الشرعية من لدن او من قبل فقه وافد على المصريين ارجع تاني لموضوعنا وهذه موضوع الحلقة دي وهي حلقة عبارة عن جردة حسابية لدرء الافتاء المصرية والحقيقة الارقام التي صادرت في الحساب الختامي ارقام لافتة وارجو ان نتذكرها مع سياتك تفضل عدد الفتاة ولد صدر هو سياتك احنا طبعا درء الافتاء المصرية بداية هي مؤسسة قديرة ضاربة في جزور التاريخ وفي اعماق التاريخ هي ترجع بصفة يكاد يكون رسمية الى سنة 1895 وان كان الافتاء المصري قبل ذلك كانت له جزور ممتدة حتى ان بعض الكتاب وهو يعني تعاون معنا واصدرنا موسوعة عن الافتاء المصري ارجع الفتوى الى سيدنا عقب بن عامل رضي الله عنه يعني من بداية دخول المسلمين هنا الى مصر والفتوى موجودة وراسخة في الازهان وخادمة للمجتمع وخادمة للحكم الشرعي ببيان هذا الحكم الشرعي وتبصير الناس به ما زالت تسري في هذا التاريخ الطويل للامة المصرية الى ان وصلنا الى هذه اللحظة التي نحن نجلس فيها الان واصبحنا امام مؤسسة او امام مأسسة الفتوى الحقيقية التي بنت افكرها واسسها وقواعدها على اسلفنا من المفتين السابقين لاننا نؤمن بان الخبرة لا يمكن ان تأتي نتيجة لحظة معينة ولا ان تأتي صدفة وانما تأتي نتيجة تراكم معرفي وتراكم علمي ورثناه عن السالفين وعن السابقين امتد ما يقرب الان وفق المسجل رسميا في فتاوى مؤرشف مسجل في سجيل الدر لفتاة المصرية الى ما يقرب من 125 سنة بداية من الشيخ حسونة النواوي رحمه الله سبحانه وتعالى لكن قبل ذلك كانت الفتوى ممتدة الى الشيخ ايضا اللي عمل نتاج علمي كبير جدا وهو الشيخ محمد المهدي العباسي رحمه الله سبحانه وتعالى على كل حال يعني الان الحقيقة ما يكون من جهود انما هو نتيجة عمل مؤسسي عمل جماعي قامت تشاركنا فيه جميعا في دار الافتاة المصرية مع الزملاء من باحث الفتوى ومنائل الفتوى والاداريين وغير ذلك كل كان يعمل في مجاله في فريق عمل بالفعل والكل يعمل فيه تناغم وفيه تعاون وفيه تشارك مما ادى الى هذا النتاج الذي نحن نعمله كل عام باذن الله سبحانه وتعالى خليني يعني اذهب الى بعض الاسئلة الشخصية حول دار الافتاء تقص سيادتك يعني سيادتك انت تكلمت عن مية خمسة وعشرين سنة من المفتي الذي تقف امامه باجلال وتواضع العلم وشايف ان ده النموذج بتاع سيادتك ده على المستوى الشخصي الحقيقة واحنا بنترجم لهؤلاء الاعلام واحنا عملنا جمهرة اعلام مفتين بزبوط في مصر وفي شمال افريقيا واحنا تقريبا الان في المجالد الثالث منها جميل لما تيجي وتقف عند تاريخ الافتاء المصري بصفة خاصة وامام هؤلاء العمالقة بتلحظ بان هناك يعني شموخ في الافتاء جميل ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم كله يعني انا اذكر في بداية سنة 2013 لما شرفني الله سبحانه وتعالى وتوليت هذا المنصب الشريف جاء يزورنا احد الوزراء من خارج مصر وقال بالحرف الواحد قال نحن لا نعتبر بان مفتي مصر هو مفتي لمصر فقط وانما نعتبر انه مفتي لنا جميعا جميل ليه هذه الكلمة التي قيلت ربما في هذه اللحظة من المجاملات يمكن لكن هي مفساحة في الحقيقة عن هذا التاريخ الطويل من اعلام المفتين النصريين ولذلك جوابا عن سؤال سيادتك انا اقف امام كل مفت تولى هذا المنصب باجلال كبير جدا لماذا؟ لان هذا المفتي سواء جلس قليلا او جلس كثيرا هذه المهمة بتحتاج الى تبصر شديد جدا وتوفيق من الله سبحانه وتعالى لانه يتعامل مع ثلاثة عناصر اساسية يتعامل مع الادلة الشرعية ومع النص الشريف وادراك هذا النص الشريف وفهم هذا النص الشريف فهما يتفق ومراد الله سبحانه وتعالى يتفق ومراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الى هذا الواقع الذي يعيشه وهذا الواقع الذي يعيشه هو واقع معقد متشابك ومتسارع في قضيها يعني يكاد تكون القضية على مستوى الدقيقة ممكن وعلى مستوى الساعة وعلى مستوى اليوم نحن أمام تسارع لقضايا كثيرة جدا فلابد أن تفهم هذه القضايا يفهم الواقع فهما دقيقا وبكل أبعاده وبكل تفاصيله ثم بعد ذلك ينزل ما فاهمهم من النص الشرعي على هذا الواقع المتحرك فيجعل الشرع الشريف في فهمنا له منضبطا ومتحركا مع هذا الواقع وضابطا لهذا الواقع أيضا إذن هذه مهمة ليست سهلة وإنما هي مهمة عظيمة كبيرة مما جعل بعض أهل العلم أن يوقر من شأن الفتوى والإفتاء وجعل المفتي في مقامه الفاهم لكتاب الله تعالى والفاهم لمسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ينوب عنه في البيان ينوب عنه في بيان الحكم الشرعي لا ينوب عنه في قضية لأنه لا وحية بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهمتنا نحن الآن إنما هي البيان فقط للأحكام الشرعية للناس حتى يتبصروا في فهمهم لأمر الفتوى ده إجابة يعني مزاجية لسؤال كنت أتمنى في أسماء بعينها لكن سيادتك أنت تكلمت عن الفتوى ودار الفتوى المصرية وهي دار عريقة وتاريخة يعني يشع بالإشعاع الإفتائي كما يقولون لكن إن شئت سيادتك يعني من المفتين بقى الحقيقة برزوا في المسألة الشيخ محمد بخيط المطيعي محمد بخيط المطيعي اللي هو ثالث واحد بعد الشيخ حسون النووي وبعدها الشيخ محمد عبده ثم الشيخ الصدفي ثم بعدها الشيخ محمد لماذا وقفت أمام الشيخ بخيط أنا أقف أمام الشيخ محمد عبده أولا وأقف أمام الشيخ بخيط المطيعي هذان نموذجان يمثلان مدرستين مختلفتين وإن كان المنهج واحد لكن في النظر إلى العمق العلمي والحكم على الواقع الشيخ محمد العبدو كان رجل إصلاحي قدم العديد من المشاريع التي تقدم المجتمع وعلى رأسها وربما سنعرض لهذا في حلقة أخرى وتحتاج منها لنعرض ذلك قضية الطلاق يعني قضية الطلاق مطروحة على النطاق البحث العلمي منذ الشيخ محمد العبدو وله إبداعاته وله إقترحاته في هذا الشيخ هنقف عند هذا ربما بعضهم كان يعيب على الشيخ محمد العبدو الخروج عن هذا النمط الاجتهادي والنمط الجماعة الموجودة الجماعة العلمية الموجودة لكنه أخبرهم بأن مقترحاته ستكون محل العمل والقبول بعد 25 سنة وهذه بصيرة أنا قرأتها أيضا في تلميزه الشيخ المراغي محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر الشريف والشيخ المراغي كان تلميز الشيخ محمد عبدو وكان يستشره في أمور كثيرة جدا ولما عرضت مشاكل اجتماعية في عهد الشيخ المراغي رحمه الله تعالى قال للمتخصصين حطوا أنت الحلول وابتكروا وأنا من ناحيتي سآتيكم بما يوافق حلولكم ومقترحاتكم من الفقه الإسلام جميل كأنه ينظر هذه العقلية الضابطة العقلية الإصلاحية التي مثلها الشيخ محمد عبدو ثم انتشرت عبر تلاميذي فيما بعد تمثل هذه العقلية لنا نموذج الآن لكي تنحل الكثير من مشاكلنا إن أحسننا نحن القراءة الدقيقة للواقع وأحسننا في الوقت نفسه مرادات الشارع سبحانه وتعالى من خلقه في الدنيا وفي الآخرة إن وقفنا عند هذا الحد الحقيقة ستنحل مشكلات كبيرة الشيخ محمد بخيط المطيعي رضي الله عنه ورحمه ذلك الجهبز الأصولي الفقير العالم الكبير الذي لا يقترب منه أحد في تأصيله وفي علمه وفي نظره للواقع سؤل في جملة من المسائل يكاد الآن نحن بنستعرض هذا التاريخ كيف للناس أن تتوجس من مثل هذه الأمور وهي مقترعة حديثة في وقته لكنه سؤل هل يجوز لنا أن نستعمل هذه الآلات الحديثة ولا لن نستعملها على سبيل المثال مثلا سيادتك سؤل عن التصوير الفوتوغرافي وهو الشيخ مات سنة 36 يعني وكان مفتيا من الغيث يعني في العشرين الأولى من القرن العشرين فلما سؤل عن التصوير الفوتوغرافي أجازه وأصل وكتب رسالة قويمة في تأصيل مشروعية التصوير الفوتوغرافي ده الكلام ده من إمتى؟ من بداية القرن العشرين نبيل وما يعني اسمح لي يعني وإحنا في بداية القرن الواحد وعشرين يعني في سنة ألفين وشوية ما كان ما زال مطروحا هذا السؤال هذا السؤال عند البعض وكان لما تستخدم التليفون كان بيحصل فيه يعني هاجس كده وخوف أنت حتصور ده تصوير حرام ده إحنا حسمناها حسمناها في الفتوى في بداية القرن العشرين مصبوط نمر اثنين أنه سئل عن التليغراف اللي هي وسيلة الإرسال كانت جديدة في وقتهم كما العهد دائما في أن كل جديد يحتاج إلى أن تبزل الجهود في استيعابي وفهمي إحنا كمصريين وكدار إفتاء مصرية وكعلماء إفتاء فهمنا هذا الواقع في كل ما يستجده لو ضربنا أمثلة الآن في التفاصيل الحياة التي نحن نتعامل معها من خلال هذا العام الذي مضى عام 2021 ستستطيع أن تقول بأننا أيضا فهمنا هذا الواقع إما عن طريق اطلاعنا وعلمنا بهذه المسألة بتفاصيلها وإما أننا لا بد في كثير من القضايا أن نلجأ إلى أهل الاختصاص القضية التي توقفتم عنها العام الماضي وحتاجت منكم استخدام علماء أو خبرة علماء أو التعاطي مع علماء أهم القضايا أهم القضايا كانت الحقيقة وهي المطروحة دائما في قضية أولا مسجدات العصر وزروف الطريقة التي تطرأ علينا في مثلا في جائحة كورونا قبل الصوم هل سنصوم رمضان ولا لنصوم رمضان هل المساجد ستغلق ولا لا تغلق كل دي مسائل هذه مسائل نحن عطينا فيها فتوى كثيرة جدا لكن بعض الفتوى في جائحة كورونا كنا لا يمكن أن نصدر الفتوى إلا تبعا لأهل العلم يعني الأطباء أولا يقولون قولهم ثم بعد ذلك نبني قول الطبيب هو فهم الواقع يعني أنا أفهم من خلاله من خلال كلام الطبيب أفهم هذا الواقع وإذا فهمت هذا الواقع الحكم يكون جاء مستقيما وصحيحا إذا اختل فهمي للواقع كمفتي فإنه بلا شك يحدث ذلك يحدث خللا في الفتوى عظيم يعني عندما أسأل سيتك سؤال أن أنت سيتك بتتكلم عن ما يزيد عن المليون فتوى خلال عام ده تشخصه إيه؟ هذا المليون فتوى في مناح الحياة المختلفة هو مليون وأكثر من 300 ألف كمان يعني لكن في مناح الحياة المختلفة وإحنا رصدنا هذا العدد ليس من خلال التخمين وإنما ولا ادعاء يعني إحنا لم ندعي بأننا لأننا لشغل لإنما إحنا عندنا يوميا شوف سيتك قاعدة بيانات يمكن أن تحلل ويمكن أن توضع موضع الدراسة قاعدة بيانات من اللي داخل در الإفتاء المصرية في جميع الإدارات المختلفة فبنسجل طبعا قد يكون التسجيل في بعض الحالات يعني واحد مش عايز سجل الأمر ما فبسجي حالاته السلسنائية لكل مقبل على التسجيل ويسجل بياناته ولا حرج لكن في بعض الحالات عن طريق الهاتف عن طريق البريد الإلكتروني قد يمتنع الشخص أو قد يكون البريد الإلكتروني مش لكن على كل حال يعني نحن نعلم كم عدد الأسئلة التي تأتي إلينا بصفة يومية ولو أنا معايا الجهاز الآن التليفون على برامج على التليفون عندي أنا أعرف الحركة للفتوى يعني في الدقيقة الفلانية جلنا سؤال وبعدين بعدها جلنا سؤال وبعدين وهكذا يعني في عداد نازل وبيعدي لي عدد الفتوى على مستوى الدقيقة وعلى مستوى الثانية بناء على ذلك فنحن لما نقل أمليون تلتمية نتيجة رصد عندنا موجود فنعلم كم سؤال ورد من أين هذه الأسئلة من الرجال ولا من السيدات من الفتاة ولا من الشباب من بحري ولا من الصعيد كل ده موجود مزبوط إيه نوع السؤال اللي جاي إيه الإجابة اللي كانت لأن كل ده مسجل أيضا في الهاتفي حتى في الهاتفي مسجل أنا أستطيع أن أرجع إلى السؤال اللي سوئل من أسبوعين ثلاثة حتى عن طريق الهاتف ده أنا أسأل سيادتك مجموعة من المحاور في هذا الموضوع منها مثلا إيه أهم الذي هم المصريين في الفتوى هل هو الطلاق ولا الجواز ولا المعيشة ولا الصحة ولا الساد يعني في مجموعة أيضا عايز أسأل سيادتك سؤال هو المليون وثلتمية ألف فتوى ده ده قلق مشروع قلق ضميري في المجتمع المجتمع عنده مشاكل ضميرية ولا هو ثقة أصبحت تكتسب مع المؤسسة دار الإفتاء ولكن كل هذه الأسئلة بعد هذا الفصل أهلا بكم من جديد مع مفتي الديارة المصرية دكتور شعو علام وكنت سألته سؤالا مهما ما الذي يقلق المصريين لحد مليون وثلتمية ألف فتوى سنويا هو المصريين ألقانين من أي لا هو مش ألقانين المصريين عندهم طابعة تدين بالفطرة وعايزين يعرفوا إنه مش صح ولا خطأ وبدلا ما كان بروح لواحد يشدد عليه أمر الحياة أيوة ويخد له بأشد الأقوال لا وسحب يعني إيه سحب فكره وسلب عقله إلى ناحية أخرى أي استله لكنه أدرك في المراحل الأخيرة بأن هذا المسلك أو هذا الفقه الوافد لن يكون في صالحه لأنه مخالف أولا لمسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله لم ما خير بين أمرين إلا اخترى إيسرهم الله ومن السهل جدا أن يقول الإنسان دا حرام يعني هذه الأسهل الأسهل طبعا ممنوع ممنوع لكن الأصعب أن تقول هذا مشروع لأن أيوة أن تختار ما يناسب واقع الناس وما يريح الناس وما يقصمش الواقع طبعا حتى إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية حصلت يعني في أن يعني رجل من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبته الجنابة وهم في معركة من المعارك وكان في بلد فيه برودة شديدة جدا يعني قد لا تستطيع أن تستعمل الماء فهو الحقيقة لما أصبته الجنابة وعيز صلى صلاة الفجر فلابد يستحمى يغتسل لكن هو في نفسه حصل هذا الصراع الفكري أخذ من النصوص أيضا ومن الواقع شوف هذه العملية العقلية السريعة فكيف يصلي لابد أن يغتسل وإذا أغتسل قال أنني لو اغتسلت لهلكت لأن هذا الماء استعماله في هذه الحالة يمثل مصدر خطر شديد جدا على هذا البناء الجسدي للإنسان الشرع الشريف قال له لا لما تكون أنت مش لاقي مية أصلا ما فيش مية من أصله اسمه فاقد الماء حقيقة تزبط أو أن أنت موجود الماء لكنك لا تقدر على استعماله إما لحاجاتك الشديدة لهذا الماء في أكل وشرب وغير ذلك وإما أنه موجود وإنت بتاكل وتشرب ومبسوط لكن في الوقت نفسه لأجل ظرف عندك لا يمكن أن تستعمل هذا الماء الصحابي قام عنده هذا الأمر الماء موجود لكنه لو استعمله لمات فيعمل إيه أشار عليه أنه لا بد من الاقتسال أنه لا يجزئ شيء من ذلك بديلا عن هذا الغسل وكانت هناك البدائل فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهادهم الذي فيه نوع من التشدد قال قتلوه قتلهم الله يعني بيأتوا على هذه الفئة التي تشددت في أمر الفتوى بأنه لا ينبغي عليكم أن تتشددوا فالدين يسر وما جاء هذا الدين للإعنات ولا للإرهاق ولن يشدد الدين أحدا إلا غلبه جاء الدين للامتسال ولصلاح أحوال النفس الإنسانية ولذلك إحنا نمشي على هذا نمشي على هذه القاعدة فالمصريين يا فندم همش المصريين يطمئنوا فقط للتصرفات وليس قلقين فلما يأتون إلى دار الإفتاء المصرية ويكسر هذا العدد أنا أعتبره بأنه ثقة في دار الإفتاء المصرية وسحب البساط من تحت أقدام هذه المجموعات التي أرقت هذا المجتمع الذي هو مجتمع هادئ ومتليم وطيب طبيعيا ده جانب طيب جدا من قرية المعادلة بتاع المليون والتلتمئة ألف في قرية تانية وأنا بأعتقد فيها أن في مشكلة الحلال والحرام بقى في كل تفاصيل يعني لو أنا سلمت عليك يبقى حلال والحرام قلت لك السلام عليكم قلت لك صباح الخير أيهما حلال وأيهما حرام يلا أنا أصده أن بقت الدين في كل تفاصيل التفاصيل شوف سياتك أنا أرجو أنا أخشى من هذا أنا أرجو أن يكون يعني اهتماما أكثر بقضية الحلال والحرام ليس في التصرفات اليومية فقط بل في قضية في غاية الأهمية وهي قضية الحلال والحرام في المال الذي بين أيدينا بين أيدينا أنا أخذه أو يعطى إلي أو أعطيه لولدي لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم أو كل جسد نبت من حرام فالنار أولوي مزبوط فيه فعلي أنا أن أتحرى وأنا مسؤول عن نفسي ومسؤول عن زوجي ومسؤول عن أولادي من أين أطعمهم التحري الحلال من أهم القضايا التي ينبغي أن يعول عليها وأن تلفت الأنظار إليها وأن تسود ثقافة لدى الناس جميعا على مستوى الوظيفة العام على مستوى الوظيفة الخاصة وعلى مستوى العمل اليومي وعلى مستوى العلاقات الإنسانية فيما بيننا وبين بعضنا البعض الآخر على مستوى الجيرة على مستوى المال الذي ربما يكون متروكا ولا أحد يعني يعني موجود أن دخلت البيت لقيت في مال موجود هل يجوز لي أن نأخذ منها عشر جنيه كده خلصة لا يجوز لأن هذا من المنكرات ومن الكبائر السرقة كبيرة من الكبائر وكل ما شابهها من أخذ المال دون رضا هو يدخل في هذا الشأن ولذلك تحرّي الحلال هنا وتحرّي الأمر الممنوع فابتعد عنه هو من الأمور المهمة التي ينبغي أن نصلت عليها الضوء وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وليس المسلم هنا بخصوصه وإنما حتى مال الآخرين هو محرّم علي المال العام محرّم علي إلا بإطار قانوني صحيح ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحلّ مال مرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ويقول القرآن الكريم فإن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا عظيم مولانا إيه أهم ما الذي يشغل المصرين كنوع هل الطلاء الجواز هل المال إنسانتك أنت بتوصي أن يكون المال وتحري حلال المال جي مهمة أساسية لكن أنا بتكلم على ماذا تقول الإحصائية لديكم أي الحقول الفكرية أو القضايا المجتمعية لها نصيب من الأسئلة وبطبيعة الحل الأسئلة بتأتي في كل المجالات وفي كل الميادين بس أكيد مركزة في حتة بس أكيد مركزة في حتة طبعا بلا شك أغلب الأسئلة في جملة كبيرة منها بتأتي في قضايا الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية في قضايا الزواج وفي قضايا الرضاع وفي قضايا الطلاق وفي قضايا العدة وفي قضايا المواريس دي الخمس الأسئلة الخمس مجالات في الأحوال الشخصية بيغلو فيها الأسئلة بطبيعة الحل نصيب الأوفى في هذه الخمسة لقضايا الطلاق الطلاق نعم يعني إذا الطلاق إحدى الأشكاليات اللي موجودة اللي دايما عليها أسئلة وما إلا ذلك نعم يعني بإحصائيا ربما يعني يتعجب المشاهد الكريم إن احنا بيأتي إلينا من أربع تلاف ونص لخمس تلاف فتوى في الشهر خاصة بالطلاق فقط شو بالقضايا الأخرى بيتيجي فيها كان يعني أقل منها بطبيعة الحال لكن هو رقم بلا شك يعني بيحتاج إلى أن نقف وأن نتدارس أمر الطلاق معه وده بيخليني سيادتك يعني أسأل سيادتك سؤال يعني مثلا قضية الطلاق والمواريس المواريس أليست مستقرة ما الذي يقلق الناس في المواريس ولوه الطمع لا هو مفيش طمع هو مش عارف نصيب كم هنأخذ كم ده نصا موجود لكن فيه تفاصيل هو يحتاج إلى أن يطمئن المؤسسة الرسمية في الفتوى بتعطيه الحكم الشرعي في هذه الحالة فضلا عن أن يعني بيستعام بها في إعلام الوراثة ده بيدي إطمئنان الحقيقة كبير في قضية توزيع الأنصب وفيه هناك قضايا كثيرة بلا شك متعلقة بقضية المواريس عايزة أروح برضو لجهد مشكور للدار في أمرين أساسياتين الجهد الأولاني فيما تعلق بالإرهاب وحرب الإرهاب وكشف الزيف والضلال واستغلال الدين واستلاب العقل المسلم في طر معين لتحويل الإرهاب في النهاية شوف سيادتك نحن كعمل وفريق عمل احنا وضعنا لنفسنا إطار نمشي فيه وهو الإطار العام الهدف الكبير وهو الاستقرار المجتمعي لأن بإيمان مننا على أن الاستقرار المجتمعي تتحقق معه المقاصد الشرعية الخمسة جميل من حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل أو الأرض إذا استقر المجتمع يكون هذا الأمر وأنه قد حفظنا عن المقاصد الشرعية هذا الاستقرار يمكن أن يتمثل فيه محورين المحور الأول وهو الأسرة حماية الأسرة هذا دور أساسي وحماية الأسرة لها تفاصيل كثيرة جدا وده محور الفتاوى كلها بتصب في اتجاهي وكل المعالجات اللي احنا عملناها من ناحية دورات المقبلين على الزواج اللي بدأناها من سنة 2014 والأرشاد الزواج اللي بدأناها يمكن قبل خمس سنوات أو أربع سنوات وكذلك الفتاوى التي نتحر فيها التأني والتبصر تقصد في قضاء الطلاق طبعا ولا تعود إليه إلا أن تنكح زوجا غيره هما فهم بقولوا لا تثبت في الورق الرسمي لكن على الحقيقة وأنا بس لما رحت وأنا بطلقها فقلت للمأزون مثلا بأنني طلقتها على فكرة أنا طلقتها بتاريخ كذا قبل كده فالمأزون خلاص لما أنت أخبرت وأقررت بذلك فبيثبت طيب أنت هل هذه الطلقة السابقة اللي أنت يعني شهدت بها أمام المأزون كانت إيه وضعك يقول لها ما كنتش أصدق خلاص ده لكن كانت ساحت غضب شديد يعني أنت هنا معانيين بتحقيق الطلاق نعم التحقيق نعم وبالتالي جاءت هنا دورة المأزونين فإحنا دورة المأزونين جات في هذا الإطار حتى نؤمن أو نحمي الأسرة من قضية الطلاق اللي ممكن تثبت المأزون يثبت هذين وهي لم تقع أصلا وهي لم تقع أصلا يعني تقصد أن أنت هنا بتوحد المفاهيم في هذا السياق بنعطي يعني طبعا هذه الدورة وما زالت مستمرة وحتى وإحنا في لحظة هذه البرنامج يعني الآن هناك الدورة شغالة جميل في المركز دراسات القضائية في وزارة العدل اللي هو في العباسية جميل هي موجودة وإحنا منسجل الحلقة الآن موجودة شغالة الدورة بتعاوم مع وزارة العدل أيضا كان لكم جهود حسيسة ومحترمة في موجودة الإلحاد فهي احنا يعني أنا أقصد هذا محور الأسرة أيوة بيدخل فيه أيضا قضية الإلحاد وأنشأنا لذلك وحدة حوار وحدة حوار دي فيها نقاش علمي لكنه النقاش بيكون على أساس شوف سيادتك استيعاب يعني إعطاء الفرصة للطرف الآخر اللي وجايلي يتناقش معي أسمع نسمع وبرتياح ودون ضجر ودون ملل لدرجة أنه ممكن يعني يستمر من الفاتوى معه لمدة ثلاث ساعات في نقاش هادئ ده بيكون قلق أسري يعني أنا أنا على ابني وعلى بنتي فبنجيبهم أو الشباب نفسه هم اللي بيجيوا انتقاء نفسهم فيه إقبال فيه إقبال نعم فيه إقبال وفيه يعني حتى يمكن نقول فيه لستة انتظار كمان للنقاش نعم فهذا الموضوع فهذا الموضوع لكن على كل حال من هذه المسألة وجدنا أن هذه الأفكار التي تؤدي إلى الحاد حتى أيضا لا ننزعج كثيرا لكن يعني ممكن نقسمها ثلاث أقسام طائفة من هؤلاء هم في الحقيقة عندهم يعني مرض نفسي عندهم وساوس عندهم شيء من هذا القبيل يعني لا يعالج إلا أن نذهب إلى الطبيب النفسي ونجلس معاه ونتناقش معاه هو اللي حيدلين عن العلاج والثاني الفريق الثاني من هؤلاء الناس عنده شبه فقط الشبه دي سريعا لو أنا وضحت له الشبهة وجوابت عنها بيرجع إلى الصواب وفريق تلت وهذا القليل منه هذا محتاجات هذا فريق دارس ومثقف ومتعلم وعنده قدر كبير جدا من الدراسات الدقيقة ودراسات النوعية التي لا يمكن أن تتم من خلال النقاش سطحي وإنما نابد أن يكون ودرس الموجودين هو بيقولكم ودرس الموجودين بيجوا نعم بيجوا هنا إلى دار الإفتاءة المصرية ونناقشهم ومن خلال الفريق طبعا متخص لو إذا أنت نقشتهم هيأته لكن إذا كفرتهم لن يأته نحن ما منكفرش نحن بناخد بإيدهم هذا ابني هذا ابني وولدي وابن هذه البلد فلابد وغير ابن البلد صحيح حتى هذه الناس بتجينا من خارج مصر جميل بس عايشين في مصر يعني فعلى كل حال نحن أمام هذا الاستقرار المجتمعي المتمثل الشق الآخر في الاستقرار المجتمعي متمثل في قضية الأفكار المتطرفة أيها ونحن معنيين أيضا من خلال مرصد الفتاوى التكفيرية والأراء المتشددة ده أصبح مرصد دلوقتي مقصد عالمية حي نعم لأنه أصدر الآن ما يزيد دعا من الستمائة وخمسين تقرير كلها متخصصة في موضوعات دقيقة للغاية لكن من خلال الفتاوى التي تأتي إلينا ومن خلال رصدنا للفتاوى على مستوى العالم كله ونحن عندنا المؤشر العالمي للرصد للرصد الفتاوى يعني المؤشر العالمي ده أول مؤشر من نوع على مستوى العالم هو بيدينا حركة الفتاوى رايحة فيهن وننزب الشغل الزاي وإين الخطورة ففي الحقيقة ومن كل هذه المقدمات استطعنا أن نحن نكافح الفكر المتطرف من خلال الفكر الرشيد وحصل إنجاز في هذا؟ الإنجاز اللي حصل فيه كده يتمثل فيه أولا المرصد والمرصد ده منتجاته اللي هي في النهاية يعني من خلال تقارير صدرت فمن ترجمها هذه التقارير بناخدها بنعملها عن طريق رسائل معينة بنبسها في مقالات بنبسها في لقاءات تلفزيونية بنبسها في البس المباشر لدار الإفتاء المصرية اللي هو من ساعة واحدة الاثنين يوميا بنبسها من خلال الإزاعة المصرية بنبسها من خلال صفحة دار الإفتاء المصرية عن طريق وحدة الرسوم المتحركة التي أنشانها أيضا من أكثر من أربع سنوات الآن الحقيقة كل هذه الوسائل نحن ما يأتينا من المرصد نحلله ونبسه عبر وسائل لكن الأهم من ذلك وهو هذه الإصدارات التي استطعنا أن نخذ بها العقل المتطرف وأن نقي شبابنا بالفعل نمازج إيه مثلا؟ مثل مثلا كتاب مهم جدا ربما عرضنا فيه هذا التأسلم السياسي وده بيرصد حركة التأسلم السياسي منذ الخوارج إلى وقتنا هذا إلى حركة حسم اللي هي كانت ظهر في وقت تأصد الكتاب الدليل المرجعي لمكافحة التطرف المرجع المصري لدرسات التطرف فضعنا أننا أنشأنا أخيرا مركز سلام لدرسات التطرف وده مركز من الأهمية بمكان وهو يعتبر مركز فريد من نوعه على مستوى يعني من أنواع المركز المتفردة الحقيقة لأننا في إطار خطتنا وضعنا له خطة طموحة جدا ستنطلق إن شاء الله سبحانه وتعالى بقوة وتعالج خضايا عالية إذن نحن من خلال كل هذه المشروعات وكل هذه الجهود التي بزلناها نحن نتشارك في الوقت نفسه فيها مع إخوانا المفتين على مستوى العالم من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاح في العالم نحن نشأناها أيضا هنا في مصر في 15 ديسمبر سنة 2015 أتت أكلها الإضارة؟ بلا شك الآن شوف سيادتك الإقبال لأجل الدور المصري لأجل القوة المصرية لأجل عملاقة هذه الدورة يعني هل الفتوى تعد من القوى النعمة المصرية؟ بلا شك أي جهد بيبزل عن طريق الفتوى عن طريق العلم عن طريق الأزر الشريف عن أي طريق الحقيقة بيكون تأسير تحول الرقمي في الوصول لقطعات أوسع لمساحات أوسع؟ بلا شك احنا ماشيين بخطة بأن احنا أولا عندنا الفتوى وهي صلب العمل نحنا نريد أن نؤسس لها كما كان أسلافونا ونستقي هذه الخبرة المتراكمة ونبسها في الأمانة العامة لدورها هيئة الإفتاح في العالم عندنا نظام الرقمنة اللي احنا عملنا عنده مؤتمر العام الماضي وهو المؤسسات الإفتائية في العصر الرقمي احنا بالفعل مطبقين في دار الإفتائية المصرية الرقمنة في شتى أمور الدار حتى فيما يتعلق بالعلاقات البينية بين الإدارات المختلفة الفتوى تمر في الإدارات المختلفة في سيرورتها عن طريق الرقمنة هذه هذا أنا شايف مشروع مثلا فاتوى برو ده مشروع رائد مشروع فاتوى برو ده مشروع إن شاء الله يعني هو مشروع عملاق هو امتداد بالفعل لدورنا في إيصال لرسالتنا للخارج وإحنا عندما نوصل رسالتنا للخارج في الفتوى بنوصلها عن طريق العقل الغربي يعني نرعي سياقات الواقع هناك نرعي سياقات المجتمعات نرعي الأعراف والتقاليد نرعي العقلية كيف تفهم هناك الدلالة المرجعية مهم أولا نصدر له الفتوى يعني لو السؤال نفسه نحن سئلنا فيه من أحد الأشخاص هنا قد يكون الجواب بأسلوب وبلغة أخرى تختلف عن الجواب لكن جاءوا واحد طبعا حكم الشرعي واحد لكن التعبير عنه وإيصاله إلى الآخرين بيتم بطرق تليقه أو تتفق مع العقلية التي تستقبل هل وصلتم إلى أسقاع بعيدة هل بيجيلكوا فتوى من أستراليا بيجيلكوا فتوى من الصين بيجيلكوا فتوى من أمريكا اللاتينية مثلا يعني هل الرسالة بتاعتكم بدأت تصل لهذه المناطق بيتأتي الأسئلة من كافة الدول العالم وبيأتي أيضا حتى طلاب العلم من كافة الدول العالم للتدريب هنا في دار الإفتاء المصرية المركز التدريب في الدار هنا وهو التدريب يمتد لثلاث سنوات وقد يكون هناك أيضا دورات تدريبية وفق المطلوب في مدد أقل من ذلك لكن الشاهد نعم نستقبل أسئلة من كافة الدول العالم ونجيب عنها بلغاتها المختلفة وعندنا الآن فيما يزيد عن 12 لغة بنجيب عنها 12 لغة بنجيب عن أسئلة المستفتين في مختلف دول العالم مولانا أنت وتعاملته مع وسائل التواصل الاجتماعي واضح كمان بفعالية شديدة يعني سواء فيس تويتر أظن بأن استكمالها بس فقط للجهد الذي قامت به الدار مع الغرب نحن ترجمنا الفتوى الفتوى جاءت إلينا من الدول الأوروبا من خارج الحدود يعني من خارج الحدود أجبنا عنها بتلت لغات ترجمناه لتلت لغات يعني نحن جمعنا ما ترجمناه ما أصدرناه يعني باللغة الألمانية والفرنسية والإنجليزية ونحن شغلين أيضا على اللغة الإسبانية الآن في ترجمة هذه الفتوى الألفتوى هذه الألفتوى كانت محل اهتمام في الحقيقة حتى إلى قريب كان عندنا المستشار المستشار الخارجية الفرنسية وزارنا هنا في دار الإفتال مصرية وكان يعني لما تناقشنا في مسألة الألفتوى التي أصدرناها لأننا أرسلناها إليهم عن طريق السفارة الفرنسية هنا وعن طريق المقابلة التي تمت تقريبا في 2016 فيما بين وبين وزير الداخلية الفرنسي المسؤول عن شأن الديني ولما قلنا له ذلك كان متلهفا للألفتوى لأنه يريد أن يعالج قضايا مجتمعية عنده ربما تكلمنا عنها قبل ذلك في هذا البرنامج مولانا طبعا في سنة مقبلة واضح أني كمان لديكم بعض الأهداف التي تريدونها إن شاء الله أن تحققونها هو إحنا في كل إحنا ماشيين وفق خطة خمسية هذه الخطة الخمسية بتنفذ سنة بسنة وفق ما هو مرسود لها إحنا في الحقيقة يعني عندنا خطة في توسع في فروع دار الإفتال المصرية عندنا خطة في مركز إرشال الزواجي توسع بمعني هتفتح في المحافظات؟ بنفتح في المحافظات نحن الآن في طور افتتاح قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى في طنطة وفي المرسى مطروح وكنا فتحنا أيضا في بني سويف في جامعة بني سويف فضلا نحن اللي هنا في أسيوط وفي الأسكندرية فإحنا حتم خطة نحن كل عام ما بين أربع إلى خمس فروع تفتح في داخل كل فرع وحدة الإرشال الزواجي أو مركز الإرشال الزواجي باعتبار أن هذا المركز هو الآن يؤدي دورا جنبا إلى جنب الفتوى ويأتيه من خارج أيضا لجان الفتوى أو إدارات الفتوى المختلفة ومركز يعالج في الحقيقة التوافق الزواجي أو الخلل في التوافق الزواجي ويعيد الأمر إلى ما كان عليه يكفي سياتك أن نقول لك أننا عندنا لستة الآن في خلال الأسبوع الواحد ما يزيد عن المئة وخمسين طلب يريدون أن نحن نتدخل يعني وإحنا بنحاول أن نحن الحقيقة نتوسع حتى نستوعب هذه العدلة حياني طبعا أنا مش مندهش لأن أنا قريب من الدار وأعرف إزاي بتدار الدار وإزاي فيها جهد علمي المتقصص لكن عينز أقف أنت ستكرمت عن الطلاق عن الجواز عن الميراس لكن في القضية الغائبة زيادة النسل ودي إشكالية كبيرة هل هناك جهد فترة مقبلة في هذا السيارة؟ لا هو كان فيه جهد سابقه والجهد لابد أن يستمر لأننا نعتبر بأن قضية تنظيم النسل هو قضية أمن قومي الآن لأننا أولا بحسنا في الأسباب التي دفعت الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى أن يعزلوا عن النساء بما يعد يعني العزل هذه وسيلة كانت موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك لكن الأسباب بحسها الإمام الغزالي وجدها خمسة أسباب منها سبب جمالي سبب تحسيني إذا كان هؤلاء ارتكنوا في المشروعية على سبب تحسيني فالحكم عندما يرتقي التحسين إلى حاجة والحاجة إلى ضروري فالحكم أيضا يرتقي معه من درجة المشروعية إلى درجة الندب إلى درجة الوجوب والإلزام ومن ثم بات الآن الأمر ضروريا وملحا في تنظيم النسل ولذلك كتبنا كتاب ألفنا كتاب عن تحديد وتنظيم النسل في الإسلام هذا الكتاب يحلل أول الفتاة ودار الإفتاة المصرية المستقرة من قديم الزمن على المشروعية جميل جميل اثنين أنه يفند كل الشبه التي يقولها البعض بأن التنظيم والتحديد محرم لعشان كذا كذا احنا فندنا كل هذه الشبه نمر ثلاثة بأن هذا الكتاب في الحقيقة بيضع أمام التصور العقل المسلم بأنه لا حرى لأطلاقا في قضية التنظيم لأننا إنما نفعل كل ما نعمله من قبيل الأسباب وما يريده الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون ونحن عندما نعمل الأسباب فلن نتدخل في مراده سبحانه وتعالى ولا نقتله ولدا ولا نخشى فقرا كما جاء في القرآن الكريم خشية الإملاق أن العرب كانت تقتل أولادهم أو كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق أو من إملاق كما ورد في الآية الأخرى كل ذلك الحقيقة لا ده مسألة نظر في مألة الأمور ونظر في المستقبل ونظر في الأسباب المتاحة عندي سؤال أخير وسريعا ماذا عن العنوان الرئيسي لمؤتمر الإفتاء العالمي المقبل المؤتمر الإفتاء العالمي المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون تحت عنوان الفتوى والتنمية المستدامة عظيم الفتوى والتنمية المستدامة ده عنوان عريض للمؤتمر الإفتاء العالمي اللي استنظموا دار الإفتاء ضمن مشروعاتها العديدة للارتقاء بالفقه الإسلامي في مجتمع وسطي معتدل كل الشكر لمولانا الدكتور شو علام كل الشكر وأترككم في رعاية الله وأمنه وتصبح على عب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة